قرأت في ما أقرأ في ماضي السنين قصة طريفة تتناسب وما نحن فيه وعنونها لكم بقاضي حمص كما حدثتكم عن مومن المسيب أحدثكم اليوم عن قاضي حمص من يتابع البرنامج أعتقد يتذكر قصة مومن المسيب عندنا شخصية أخرى في هذه الحلقة قاضي حمص القصة هكذا تقول تاجر يدور في تجارته وصل إلى مدينة حمص لما دخل المدينة سمع المؤذن يؤذن ماذا كان يقول المؤذن؟ كان يقول في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله وأهل حمص يشهدون أن محمد رسول الله تعجب هذا الرجل كيف يؤذن بهذه الطريقة؟ لم يكن قد سمع في بلد من بلاد المسلمين أن مؤذنا يؤذن بهذه الطريقة أشهد أن لا إله إلا الله وأهل حمص يشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فدلف إلى الجامع إلى المسجد قال أريد أن أسأل الإمام الذي يصلي ما معنى هذا الأذان؟ فوجد الصلاة قد انعقدت لما دخل إلى المسجد لأنه كان على مسافة من المسجد فلما دخل المؤذن أتم أذانه والصلاة عقدت فتقدم إلى الصف الأول فرأى إمام المسجد يقف في المحراب على رجل واحدة والرجل الثانية حرفها بشكل مائل وأخرجها من المحراب نظر إلى رجله التي أخرجها من المحراب كانت ملوثة بالعذرة بالغاط فاستغرب هذا الرجل أي أذان أي صلاة إمام جماعة يصلي على رجل واحدة والرجل الثانية أخرجها من المحراب وهي ملوثة بالغاط خرج قال إني أبحث عن المتولي حتما هناك محتسب متولي لهذا المسجد فسأل قالوا له تجده في المسجد الفلاني في مسجد آخر في جامع آخر فذهب فماذا وجد؟ وجد جمهر من الناس لما اقترب من هذه الجمهرة فوجد أناسا يشترون شيئا اقترب يسأل عن المحتسب أو المتولي للأمر قالوا هذا وإذا بين يديه طشت كبير ملأه خمرا وقد فتح مصحفا بين يديه عند هذا الطشت يحلف للناس بهذا المصحف بأن هذا الخمر صافي لم يخلط بماء بيور خمر أصيل خمر غير مخشوش والناس تشتري وهو يبيع والمصحف مفتوح بين يديه وكل ذلك يجري في داخل الجامع في داخل المسجد مسجد يباع فيه خمر قضية الكشميري مثل هذه القضية هذا التاجر ذهل قال ما بالهم هؤلاء فوالله إني لأذهب للقاضي فأشكو له هذا الأمر فسأل عن دار القضاء فلما وصل فأخذ يبحث عن غرفة القاضي وجد الغرفة وكان الباب مغلقا دفع الباب رفع الستارة وإذا به يرى عجبا يرى القاضي منبطحا وشاب في مقتبل العمر يلوط فيه فصاح هذا الثري قلب الله حمصا بأهلها أي أناس انتم القاضي قال له وما بك وماذا تريد وهو على حالته منشغل بمهمته وما تريد وما بالك قال رأيت عجبا قال انتظرني حتى أفرخ انتظر هذا التاجر حتى أتم هذا الشاب حاجته مع القاضي وخرج القاضي مباركا ميمونا من الغرفة وجلس يحادث التاجر بدأ التاجر يخبره قال يا خاضي رأيت في مدينتكم عجبا قال وما رأيت وما من عجب في مدينة حمص قال وما رأيت قال سمحت المؤذن يؤذن هكذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأهل حمص يشهدون أن محمد رسول الله وما سمحت بأذان مثل هذا الأذان في بلاد المسلمين قال هون عليك إن مؤذننا المسلم مريض لا يستطيع لا يقوى على الأذان وما وجدنا أحدا يملك صوتا جهوريا إلا هذا اليهودي هذا يهودي وليس بمسلم فاتفقنا معه أن يؤذن فقال إني أؤذن بهذه الطريقة أشهد أن لا إله إلا الله باعتباره يعتقد بالله ولكنه لا يعتقد بالنبي محمد صلى الله عليه وآله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأهل حمص يشهدون أن محمد رسول الله قال هذه فهمتها إمام الجماعة ما حاله رجل واحدة في المحراب ورجل ثانية ملطخة بالغاق أي حكم هذا أي صلاة قال هون عليك الصلاة بدأت والرجل حين خرج من بيت الخلاء واستعجل لأن الناس اجتمعوا وصار وقت الصلاة وما أراد أن يضيع وقت الفضيلة فحين خروجه من بيت الخلاء صار هناك غائط على رجله وجاء إلى الصلاة فوقف برجل واحدة والرجل التي عليها الغائط قد أخرجها من الصلاة فلا إشكال في ذلك قال هذا أقبله قد يقبل ما حال هذا الذي يبيع الخمر في الجامع وقد فتح المصحف بين يديه وهو المتولي للمساجد هنا المشرف على المساجد ويقسم بالقرآن بأن هذا الخمر غير مخشوش قال وهذا أمر أهوى من ذاك يا رجل قال وكيف قال إن هذا الجامع الذي ذهبت إليه ووجدت فيه هذا المحتسب أو المتولي لا يصرف عليه أحد وقد أوقف بعض الناس له لمصارف هذا الجامع بستاناً فيه عنب فيه أشجار العنب لكن هذه الأشجار لا تخرج إلا الحصرم والحصرم لا يشتريه الناس فاضطر هذا المتولي إلى أن يحول الحصرم إلى خمر وهو يقسم بالمصحف بالقرآن كي يصدق الناس ذلك بأن هذا الخمر ليس مخشوشاً والرجل صادق فإن الخمر هذا ليس مخشوشاً فهو يأخذ هذا المال من هذا الخمر ويصرف به على الجامع على مؤسسة الكوثار قال هذا كله معروف أنت قضيتك شنو أنت سالفتك شنو افتهمنا المؤذين افتهمنا قضيته وهذا إمام الجماعة افتهمنا قضيته وهذا اللي بيع الخمر ويصرف على الجامع مثل سماحة السيد الكشميري صهر المرجعية هذا افتهمنا قضيته وما عندنا اعتراض لأن المرجعية تبارك ذلك فما عندنا اعتراض أنت القاضي ما هو حالك قال قضيتي أسهل من الباقي قال كيف قال هذا الشاب كان صغيرا ومات أبوه وخلف أموالا كثيرة وباعتبار هو صغير فحجر على أمواله الآن جاء يدعي ومعه شهود بأنه قد بلغ أفهل أسلمه الأموال ولا أتأكد من ذلك فقلت له أن يلوط بي حتى أتأكد من أنه قد بلغ قال أحسنت أيها القاضي وأجت واتضحت الأمور هكذا وتبينت الحقائق وأنتم كيف تريدون أن تفسروا هذه القصة هذه الواقعة بالنتيجة الأمثلة تضرب ولا تقاس الكلام يطول والحديث يطول وهذه فضيحة صغيرة ثقوا هناك من الفضائح ما هو أكبر من ذلك حين يقول الشاعر وهذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها أنا أقول لا هذه من علاه إحدى المعالي لسوء على هذه وعلى أسوأ منها تريليون مرة فقس ما سواها هذه من علاه إحدى المعالي وعلى أسوأ من هذه تريليون مرة فقسمة سواها هذا هو واقعنا